موسيقى موسيقى أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها جوانب من تقرير فريق الخبراء الأممي التابع لمجلس الأمن الدولي والمتعلقة بتقويض الشرعية في المناطق المحررة موسيقى بعد الأحداث التي عصفت بلعاصمة المؤقتة عدن قبل أكثر من أسبوعين والتي وصفتها الحكومة بالانقلاب على السلطة الشرعية من قبل ميليشيات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي عادت الحكومة وإعلامها ليتحدثوا عن ما بات يسمى بالانقلاب الفاشل على اعتبار أن ما حدث في عدن لم يحقق أهدف إسقاط الحكومة في الخلفية بات من الواضح أن ما حدث قد حقق أهدفه فعلا ولم يعد وجود الحكومة في عدن سوى وجود شكلي تم الاتفاق عليه مع قيادة التحالف التي لم تشأ طرد الحكومة من العاصمة المؤقتة في حين تدعي أنها تدخلت في اليمن من أجل دعمها جاء التقرير النهائي الصادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن والمعنية بالملف اليمني ليشير بوضوح إلى حقيقة أن السلطة الشرعية تآكلت تماما وأصبحت مجرد اسم يستخدم لتحقيق أهداف خفية التقرير يؤكد أيضا أن القوات التي تدعمها الإمارات في المحافظة الجنوبية وهي قوات الحزام الأمني وقوات النخبة المنتشرة في عدد من المحافظات الجنوبية ليست سوى قوات تعمل بالوكالة لتحقيق أهداف الإمارات والتحالف عمما وتقوض جهود الحكومة وعودة السلطة الشرعية إلى المناطق المحررة من ميليشي الحوثي وهما يعني بحسب التقرير انزلاق البلادي إلى مزيد من الحروب الصغرى التي أدت بالمجمل إلى تلاشي الدولة خلال الثلاثة الأعوام الماضية في المحصلة يقول البعض أن استمرار الحكومة في الوضع القائم الآن لم يعد له من مهمة سوى توفير الغطاء لأهداف الجماعات الأخرى وهو ما يذكر بالوضع الذي كان قائما عقب إسقاط العاصمة صنعاء من قبل الميليشي الحوثي لماذا إذا تستمر الحكومة الشرعية في توفير الغطاء لمشاريع لضرار باليمن ولماذا لا نرى منها تحركا لمواجهة الوضع القائم وكيف تسهم القوات المدعومة من التحالف في تقويض عمل السلطة الشرعية وإلى أين يقود هذا المسار هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا مع ضيفينا كل من الأستاذ منصور صالح عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي من عدن والدكتور فيصل حذيفي أستاذ العلوم السياسية سيكون معنا من تعز ورحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معكم بسؤال مشترك حول تقويض السلطة الشرعية والتي ذكرت بشكل مكثف في تقرير فريق الخبراء مسؤولية من برأيكما والبداية معك أستاذ منصور نعم مسيح عليك أختي أسوان وعلى الدكتور فيصل وعلى أستاذ المشاهدين في كل مكان ما يتعلق بهذا التقرير ربما كان التقرير الأكثر ملامسة للواقع لكن ردا على هذا السؤال وحين يتحدث البعض عن أن المقاومة القنوبية أو المجلس الانتقالي القنوبي عملوا على تقويض سلطات الحكومة الشرعية فالأمر في هذا الجانب غير دقيق لأن في الأساس لم تكن هناك سلطة للحكومة حتى يتم تقويضها ولم تكن لها أي وجود في الأساس حين أسمع الحديث عن سلطة تم تقويضها أتخيل وكأن هذه الحكومة كانت تملك جيش هتلر في الحرب العالمية الثانية أو أنها جاءت بمؤسسات الإدارة الأمريكية إلى عدن وتم إفشالها ما حصل يا سيدتي أن الحكومة هذه عادت بدعوة من قيارة المقاومة القنوبية ومن الرئيس عدروس قاسم الزبيدي حين كان محافظا لعدن شخصيا هو من حث الحكومة هو من دعاها وهو من ترقها لأن تعود إلى عدن وقال سنوفر لكم الحماية وسنعطيكم فرصة للعمل لتنطلقوا من عدن إلى باقي محافظات اليمن لتحريرها من الإنقلاب الحوثي هذه الحكومة الإشكالية فيها إنها حين عادت بدأت وللتوفي عض اليد التي امتدت إليها وفقاءت العين التي احتضنتها وحاولت أن توفر لها الغطاء وأن توفر لها الحماية وأن توفر لها المكان الآمن الذي تنطلق منه حين عادت الحكومة وحين عاد الرئيس عبد الرب منصور هادي لم يكن في القنوب وفي عدن سواء المقاومة القنوبية والقوات التابعة لها ولم يكن سواء شعب القنوب هو من احتضن هذه المؤسسات للسلطة الشرعية انطلاقا من إحساسنا بأهمية الشراكة في إنهاء مشروع الإنقلاب ووقف المد الفارسي ومنذ ذلك الحين كانت القهود منصبة بالنسبة للمحافظة الزميدي ولغية المقاومة القنوبية في تطبيع الحياة في عدن وفي باقي محافظات القنوب وإنطلاق نحو تحرير باقي محافظة شمل نعم إذن أنت تنكر لكن ما حصل أنه أستاذ منصور سأعود إليك هذا السؤال فقط ما حصل أنه هذه السلطات بدأت في عملية مؤامرة واضحة استهدفت المقاومة القنوبية واستهدفت قياداتها نعم 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 يعني دكتور فيصل برأيك أيضا هو السؤال نفسه يعني تحدثت تقرير عن تلاشي أو انتهاء للسلطة الشرعية وللدولة بشكل العام في اليمن برأيك من مسؤول عن ذلك هناك مسؤولية داخلية ومسؤولية تقع على دول التحالف ومسؤولية تقع على المجتمع الدولي المسؤولية الداخلية هو أن المجتمعات المحلية رخوة لم تستطيع أن تعيد ترتيب نفسها في إطار استعادة الدولة التي صادرها الإنقلابيون والمتضرر كل المواطنين اليمنيين من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى جنوب هم المتضررون من مصادرة هذه الدولة عبر الإنقلاب المسؤولة الثاني دول التحارف التي أعلنت بأنها أتت لتعين السلطة الشرعية على استعادة الدولة ولكنها أوقعت الجميع في مأزق غير قادرين على الخروج منه وهذه كارثة بدأ المجتمع المحلي يتذمر منها ويتسع هذا التذمر وكذلك هذا التقرير قال ليؤكد ما كنا نقوله قبل عامين بأن التدخل لدول التحارف أصبح مشبوها والمجتمع الدولي أيضا أعطى تفويضا لهذه الدول التي تمارس حربا على اليمن دون رقابة أو دون خضوعا للقانون الدولي العام أو القانون الدولي الإنساني نعم يعني هو ربما ليس بهذه الدقة يعني هناك أيضا رقابة بشكل معين وربما هذا التقرير جزء من هذه الرقابة الدولية على هذا الأداء والذي أشار إلى انحراف ربما أهداف التحارف العربي في أدائها في اليمن أتحول لك أستاذ منصور صالح يعني هناك الحديث عن القوات التي تقاتل بالوكالة في عدن والإشارة إليها في أكثر من سياق داخل هذا التقرير ألا ترى بأنه يجعل من القضية الجنوبية التي يتحدث عنها المجلس الانتقالي قضية لا علاقة لها بالأجندة الوطنية القضية الجنوبية وقدت من عام 1994 منذ احتلال القنوب من قبل القوات علي عبدالله صالح وحليفه حين ذاك التقمع اليمني للإصلاح لم تكن القضية الجنوبية وليدة ما بعد الحرب ولا بعام ولا بعامين ولا هي وليدة اليوم ولا هي ناتج دفع من أحد لا الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا الأشقاء في التحالف العربي القضية الجنوبية وقدت وقدمت منذ عام 2007 أكثر من 2000 شهيد وعشرة الآلاف من القرحة وعشرة الآلاف من الأسرة والمبعدين والمهمشين ومن عقبوا لأنهم اعترضوا على وجود هذه الوحدة بهذا الشكل القصري سلطة الدولة اليمنية أو الجمهوري اليمنية إن كان إن قازنا نسمي أن هناك كانت سلطة انتهت في القنوب ربما بشكلها الحقيقي في العام 2010 علينا أن نتذكر وأن نعود إلى مقاطع اليوتيوب في محركات البحث وفي جوجل لنتأكد كيف أنها قد انسحبت وهي رافعة للريات البيضاء في ردفان وكيف أن المرحوم عبدالقادر هلال ويومها وزير الدارة المحلية ورشاد العليمي مروا من خط لاحق إلى الضالع وهم رافعي على من القنوب حتى يسمع لهم بالمرور رفعوا على سياراتهم إذن لم تكن هناك سلطة حقيقية والقضية الجنوبية لم تكن بحاجة لمن يدعمها الفارق الوحيد هو أن حين احتل الحوثيون عدن قامت المقاومة الجنوبية وقدت من يدعمها بالسلاح وتمكنت من بسط سيطرتها على أرض الواقع بقوة وتمكنت أيضا من أن تؤكد للمجتمع الدولي والإشقاء في التحالف العربي بأنها قوة حقيقية يمكن أن يعتمد عليها في حماية الأمن والاستقرار وهذا ما تحقق وهو ما منح الثقة نعم سيد منصور يعني باختصار هل يمكن أن تلخص لنا نعم هذا الحديث كله بعيد عن السؤال وبعيد عن سياق التقرير الذي نتحدث عنه الآن هل يمكن أن تلخص لنا باختصار ما هي مرقعياتكم الآن كمجلس انتقالي ومن هم حلفائكم فيما تقوم به نحن أنا لا أتحدث عن المجلس الانتقالي لكني أعبر عن رأيه بطريقة غير مباشرة ربما في هذا الوقت المجلس الانتقالي هدفه واضح وأعلن في الرابع من مايو ثم أعلن فيه قرار إنشاء المجلس الانتقالي في الحادي عشر من مايو بأنه هدفه استعارة الدولة القنوبية المستقلة كامل السيادة على أرضها بحدود 21 مايو 90 وحدد هويت هذه الدولة بأنها ستكون دولة فيدرالية تعطى فيها الصلاحيات العموم الأقاليم القنوبية التي ستتم تحدثها لاحقا لذلك لا يسمو لا لا خلاف حول هويت وأهداف المجلس مرقعياتنا تضحيات الشهداء مرقعياتنا أننا كنا دولة عضو في الأمم المتحدة وفي القامعة العربية مرقعياتنا المطالب الشارع القنوبي الذي فوض المجلس الانتقالي في الرابع من مايو بتلك الحشود الغفيرة التي عبرت مرقعياتنا ذلك المستقبال الكبير الذي استقبل به الرئيس عيدروس قاسم الزميدي وقيادة المجلس الانتقالي القنوبي التي زارت عموم محافظة القنوب وكانت محط استقبال وترحيب كبيرين لكن حين نتحدث عن الحلفاء فحلفاءنا كل من يقف إلى أقوار شعبنا كل من يساندنا في إعادة بناء مؤسساتنا كل من يحترم وجودنا كل من يتعامل معنا باعتبارنا أمة تستحق الحياة ويحترم تضحيات شعبنا تحضيات مقافتنا القنوبية يحترم دماء الشهداء التي سالت أي إن كان هذا وعدونا هم ومن سيقف ضدنا بالنسبة للقرار الأممي 22-16 والمرقعيات الثلاثة التي بناء عليها تدخل التحالف العربي والذي قزء كبير منه هو حليف أساسي معكم ماذا علاقتكم بهذه المرقعيات؟ نحن لا علاقنا بالمرقعيات الثلاث لم نكن جزء لا من القرار 22-16 ولا من نكن جزء من مؤتمر الحوار اليمني ولا من المبادرة الخليجية ولا من نكن ممثلين بها بالمطلق نحن في المرحلة الحالية شركاء مع التحالف العربي شركاء مع الرئيس عبد الربو منصور هدي في إنهاء الإنقلاب وما بعد الإنقلاب نعتقد أنه سيكون من الإنصاف ومن القدية أن يتم التعامل مع القضية القنوبية وفقاً للإشارات التي قدمها التقرير الذي قدمه فريق القبار التابع للأمم المتحدة يوم أمس لا خلاف ولا حول مشروع إسقاط الإنقلاب هذا هدف ولذلك تقدون القوات الموالية المجلس الانتقالي القنوبي تقاتل اليوم في المخاء وفي الساحل الغربي وهي اليوم على مشارف الحديدة وهنا قوات تقاتل في أطراف تعزوة وهنا قوات أيضاً تقاتل في صعدة وكل ذلك يأتي في إطار الشراكة مع التحالف العربي لإنهاء الإنقلاب ونتمنى أن يستوعب الجميع هذه المسألة بأنها لا تخرج عن إطارها شراكة صادقة وحقيقية تنطلق من مصداقية التي عرفها بها الجنوبيين وعرفها بها المجلس الانتقالي القنوبي والمقاومة القنوبية وجديدها في قوض المعركة بعيداً عن أي منورات وعيداً عن ابتزاز نعم سيد منصور إذن دكتور فيصل هذا الخطاب الذي نسمعه من أطراف محسوبة على الجنوب أو تحديداً على المجلس الانتقالي الذي ذكر تحديداً في التقرير كواحد من أسباب تآكل السلطة الشرعية في الجنوب وصمت الحكومة الشرعية عن هذا الخطاب المتصاعد بشكل علني والدعم أيضاً العلني من قبل الإمارات لهذه المكونات كيف تقيم هذا الصمت وهذا الأداء للحكومة الشرعية مقابل الخطاب والأداء للكيانات التي تقوضها يوم بعد آخر في المناطق المحررة أولاً دعينا نفرق من منظور سياسي ما بين مفهوم حكومة ومفهوم سلطة نحن الآن في هذه المرحلة الانتقالية يوجد سلطة شرعية بنظام رئاسي صارم كلها تجتمع هذه السلطات بيد شخص فوضه المجتمع اليمنين هو الرئيس عبد الربو منصور هادي في ظلر النظام الرئاسي لا يوجد هناك حكومة هناك فرق عمل نعتبر بن داغر وجميع الوزراء والوكلاء هم فرق عمل يعينهم كما يشاء الرئيس عبد الربو منصور هادي وبالتالي هناك سوء في استخدام القرار سوء في إدارة المرحلة الحارجة أدت إلى هذه السلطة الرخوة التي لم تحسن إدارة المجتمع المناطق المحررة فنشأت فراغات كبيرة أملأتها هذه الدول التي أتت لتساعد اليمنيين وأغرقتهم في الوحلة يعني أنا لا أريد أدخل بجدل مع ضيفك الكريم حول بعض المعلومات الخاطئة والتي لا تستقيم مع العقل ولا المتابع ولا التاريخ يعني نتحدث عن مجلس انتقالي على أنه حرر عدن وحرر الجنوب هذا كلام غير صحيح المجلس الانتقالي هو نتاج دعم خارقي بالمال وبالسياسة وبالتخطيط ونشأه بعد تحرير عدن والجنوب بأكثر من سنة أو سنتين المقاومة الجنوبية كما هي المقاومة في الشمال أبلت بلاء حسنا في الدفاع عن كرامة الناس وعن حرياتهم وعن حقوقهم في الطموح إلى إيجاد دولة ولكن من حرر عدن والمناطق الجنوبية الحقيقة ليست هي المقاومة المقاومة بذلت تضحية كبيرة لكن القوات العسكرية التي نزلت بكثافة إلى سواحل عدن من أكثر من طرف عبر مخطط دول التحالف هي التي طردت الحوثيين وحققت تحريراً لهذه المدينة والمدن المجاورة لحج وأبيان وقبل فترة شبوة ثم حضر موت قبلها بعام يعني بدون القوات المسلحة لدول التحالف ما كان يمكن أن تتحرر هذه المناطق بسهولة كانت ستتحرر بالتأكيد ولكن بزمن طويل وبتضحيات أكثر المجلس الانتقالي الآن هوية له هل هو حزب سياسي حتى يتحدث عن نفسه حتى نفهمه هل هو منظمة مجتمع مدني هل هو سلطة شرعية هل هو دولة في نهاية الأمر الخطاب الناتج عن هذا المجلس الانتقالي هو خطاب مثير للغرابة يعني لا يوجد أي شرعية لهذا المجلس ولا لخطابه كيف يقبل عيدروس الزبيدي التعيين من رئيس شرعي ويقول له أنا أريد أن أكون شريك معك أنت قبلت أن تكون موظف عنده وبالتالي عندما تم إقالتك تحولت إلى مناظل من طرف آخر تريد استعادة الدولة كيف تقبل أن تكون موظفا عنده ثم تعود لهذا الانقضاض بشكل سيء حول سلطة شرعية هي التي تحاول أن تعيد بناء الدولة ولكن هذه النتوءات الحاصلة في الجنوب للأسف لو لم يكن هناك الدعم الإماراتي والضوء الأخضر السعودي ما شهدنا أي نشوء مثل هذه الحركات التي تغرد خارج السرب بتوقيهات خارجية أكثر من رؤية وطنية واضحة للسعادة الدولة التي نبحث عنها جميعا في الشمال والجنوب نعم إذن سيد منصور هذا التقرير الصادر عن فريق تابع للجنة العقوبة التابع لمجلس الأمن وهي أعلى هيئة أممية في العالم وهو دوره متابعة ورصد الأفراد والكيانات المعرقلة والتي قد تكون ضالعة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن رصدت المجلس الانتقالي وما أسمته بالكيانات التي تعمل بالوكالة لصالح أطراف خارجية رصدتهم كمعرقلين للأمن والسلام إذن المجلس الانتقالي الآن وضع إلى جانب مليشيا الحوثي وأيضا المخلوع صالح وبعض أفراد أسرته كمعرقلين الذين سبق أن ذكروا في تقرير من هذا النوع ألا ترى بأن هنا المجلس الانتقالي بما يقوم به يضع التحالف في مأزق ويضع الشرعية أيضا في مأزق وأيضا يضر بتضحيات أبناء القنوب بشكل عام والقضية الجنوبية وأيضا المقاومة القنوبية التي قاومت من أجل استعادة الشرعية وإسقاط الإنقلاب على العكس تماما هذه القراءة مغلوطة بالكامل هذا التقرير ربما وضع المجلس الانتقالي في موقع ربما الأقرب إلى الحقيقة وإن كانت الحقيقة هي أكثر بكثير مما قيل في هذا التقرير قال التقرير أن المجلس الانتقالي يتمتع بشعبية وهذه ليست تهمة أن تكون لك مشروعية شعبية ليست تهمة بالمطلق قال أن لا توجد سلطة الحكومة الشرعية تتآكل مع أن لا نقول أن تتآكل هي لم تكن موجودة في الأصل هذه أيضا ليست تهمة على المجلس الانتقالي قال أنه قوات الإنزام الأمني والنقبات شبوانية قال تؤيد المجلس دعني أقتزأ لك من ما جاء في التقرير حرفيا في سياق حديث التقرير عن تآكل سلطة الحكومة الشرعية في اليمن أشار إلى أربع نقاط أولها عدم قدرة الرئيس هادي على الحكم من الخارج وثاني هذه الأسباب لتآكل السلطة الشرعية اليمنية هي تشكيل مجلس الانتقالي إذن تشكيل مجلس الانتقالي هو واحد من أسباب تعثر عمل الحكومة الشرعية والذي يعني هو مسنود أيضا بقرار أموي كل هذه النقاط المطروحة هي مشاكل خاصة بالشرعية ذاتها وليست مشكلة المجلس الانتقالي القنوبي المجلس الانتقالي القنوبي وهذا أيضا أعتبر رد على الدكتور فيصل وأسف أن يكون هذا كلام أستاذ للعلوم السياسية أن يتحدث عن المجلس الانتقالي وعلى المقاومة القنوبية بهذه اللغة غير الدقيقة المجلس الانتقالي هو معبر عن إرادة شعبية واسعة وأهدافه كانت واضحة وهو ليس بالغامض ولا الغريب في طرحه وفي مواقفه هو من اليوم الأول قال أنه مهمته هي تمثيل القنوب سياسيا ومطالبه واضحية استعادة الدولة القنوبية كانت تسيادة على أرض القنوب المسألة ليست فيها مواربة ولا مغالطة ولا خداع ولا غرابة بالمطلق هنا حين يتحدث التقرير عن أن المجلس الانتقالي القنوبي يوسع سلطاته وأنه يتعزز وأنه مؤسسات تشريعية التي هي القمعية الوطنية وحتى أشار القانب الوحدات العسكرية النظامية التابعة للمجلس الانتقالي القنوبي ممثلة بقوات الحزام الأمني وقوات النخبة الشبوانية والحضرمية قال أنها ترفع علام القنوب وأن القنود يطلقون على عيدروس الزبيدي صفة الرئيس هذه كلها قوانب تحسب لصالح المجلس الانتقالي القنوبي وتؤكد أنه بات القوة الحقيقية الموجودة نعم أستاذ منصور كيف يمكن أن تفهم بأنها تحسب لصالح المجلس الانتقالي وهو أساسا وصفها بأنها مسنودة بما أسماها مرارا بالقوات المقاتلة بالوكالة هل تدرك ما الذي تعنيه القوات المقاتلة بالوكالة تحدث عن أجندا غير وطنية أجندا خارجية ربما تصل الوصف هذا ربما يفهمه البعض بالمرتزقة يعني في بعض التفسيرات ألا ترى بأن ثم جاء أيضا تحديدا في الأحديث عن هذه القوات وهي أيضا القوات العسكري التي تسند المجلس الانتقالي قال بأنها ما لم إذا استمرت في أدائها وارتهانها لقيادات خارجية عن الشرعية فإنها لن تكفل تماسك الدولة بل ستزيد اليمن تمزقا أين الإشادة بالمجلس هنا ليست مشكلتنا أن تزداد الدولة تمزقا هذه المسألة ليست من أهداف المجلس الانتقالي القنوبي أن يحافظ على سلطات الشرعية متماسكة هذه مشكلتها ومشكلة الحكومة أنها اعتمدت في عملها وفي سياستها على أن تكون فاشلة وأن تعتمد على منهج الفساد لم تكن كما قلنا الحكومة موجودة لا في اليمن عموما ولا في عدن على وجه التحديد حين قاءت وبدل من أن تبني مؤسساتها اعتمدت على الفساد وفي حين كان المجلس الانتقالي القنوبي يؤسس لمؤسسات الدولة ويقيم قواتها العسكرية ويعود تدريبها وتنظيمها بهدف تحقيق أهدافه في استعادة الدولة القنوبية وفي حماية شعر القنوب إذن كان يبني مؤسساته وفي تطهير عدن كانت الحكومة نعم أختي أسوان كانت الحكومة وكان أعضاؤها في الرياض مشغولون بالزواج من ثاني وثالثة وبالتنقل من مكان إلى آخر هذه ليست مشكلة المجلس الانتقالي وليست تهمة بالمطلق وهي بالنسبة للحديث عن قوات تعمل بالوكالة هو بالتأكيد الرضا عن تقرير الأمم المتحدة نعتبره خطوة متقدمة لكنه لا يحظى بكامل الرضا والموافقة على كل ما ورد فيه ومنه حتى ما يتعلق بالانتهاكات التي تحدثت عن أنه القوات الحزام الأمني أو النقبة الشبوانية والحضرمية تسببت بها لأنه في الأخير لابد أن هذه فريق القبراء قد اعتمد على أكثر من مصدر وربما مرت عليه بعض المعلومات المضللة التي تتعلق بنشاط هذه القوات النظامية نعم إذن أستاذ منصور يبدو أنك تأخذ من التقرير ما يتناسب معكم وتترك منهما لا يتناسب يعني حسب ما أفهمه منك الآن دكتور فيصل إذن أستاذ منصور يتكلم صراحة عن مؤسسات دولة تم بنائها وقيش أيضا أو مؤسسات عسكرية تم أيضا إنشاءها خلال الفترة الماضية إذن نحن نتحدث عن دولة موازية عن قيش موازي للدولة مع وجود السلطة الشرعية في عدن ألا ترى دكتور فيصل بأن وجود الحكومة في عدن ووجود السلطة الشرعية في عدن دون تحديد موقف صريح تجاه هذه الممارسات يعني بعبارة بأنه غطاء شرعي لهذه الممارسات واستمرارها أو لوجود دولة موازية يعني بعبارة أدق لا أستطيع حاليا أن أدين السلطة الشرعية بصمتها أو عدم إبداء موقف لأنها في موقف ضعيف وسلمت ملف الأزمة والحرب في اليمن إلى دول التحالف فهي لا تستطيع أن تتخذ قرارا وهي لا تمتلك أدوات فرضه على الأرض هذا هو المبرر الكبير الذي يجعل السلطة الشرعية صامتة تجاه هذه التصرفات الغير قانونية الغير دستورية الغير أخلاقية أيضا إذا سألنا الآن أي شخص في الجنوب أنت من أين تستلم راتبك؟ هل من المجلس الانتقالي أم من السلطة الشرعية؟ من ينير الكهرباء في الجنوب؟ هل السلطة الشرعية من المجلس الانتقالي؟ من يمنحك القانب الوجودي القانوني في القانون الدولي العام ككيان سياسي يسعى لاستكمال استعادة الدولة التي تمكنك في نهاية الأمر على أخذ شرعية شعبية للانفصال النشات الانفصال السياسي لأي طرف أو جغرافيا يمنية ممكن وفق القانون الدستور وفق القانون الدولي ولكن هذا لن يمر إلا بوجود دولة ذات مكتملة الأركان يتم من خلالها تقدم هذا المجلس الانتقالي إلى الانتخابات والفوز بشرعية شعبية ويستطيع من بعد ذلك أن يحظى على هذه الشعبية أن يتقدم بمطالبة إعلان الانفصال الآن هو بدون هوية أنا لا أستطيع أن أحدد هويته وهل هو حزب؟ ليس حزب هل هو منظمة مجتمع مدني؟ ليس منظمة مجتمع مدني هل هو سلطة شرعية؟ ليس له وجود المجتمع اليمني فوض رئيس جنوبي من الجنوب وهو الذي سهل لهذا الجنوب الاستقرار والعودة إلى الحياة الطبيعية التي يفترض أن يكون في وضع أفضل بكثير إن تركوا لهذه السلطة أن تعمل وأن تبلي بلاء حسن لخدمة الجميع هذه الكيانات الموازية للأسف هي تعيق استعادة الدولة وهي تشتغل كسلطة أمر واقع كما هو حال الحوثين في الشمال يعني اليوم عندنا سلطة أمر واقع فرضت نفسها في القوى العسكرية في الشمال وبسطت على الدولة والآن تنشأ مثل هذه القوات المدعومة إماراتيا وهي التي تنفق عليهم الأموال من أين يأخذون أموالهم وسلاحهم؟ هل يشترونها من السوق العالمية؟ هل هذه القوات التي يمتلكونها هي كانت تحت أيديهم قبل تحرير الجنوب أو قبل دخول دول التحالف؟ هي ربما رواتب أو بلغة يعني لا يقبلها العقل الجنوبي يعني تقول أنت تمثل الشارع الجنوبي هل الشارع الجنوبي بأي صيغة فوضك أنت كمجلس انتقالي؟ هل مريت في انتخابات؟ جمعت مجموعة من الفئويات والعصبويات في حاجة اسمها مجلس تنفيذي وجمعي عمومي على أنها تمثل الجنوب؟ الجنوب لم يتكلم بعد طيب إذا كنت أنت تمثل الجنوب من يقتل أبناء الجنوب في عدن؟ من يقتل أبناء الجنوب في الجنوب؟ يعني إذن أنت تحمل نفسك مسؤولية أنت غير قادر عليها يعني اليوم نحن نتضرر كمجتمع يمني كدولة يمنية صودرة من طرف انقلابها نتضرر من الاستعادتها بهذه الكيانات الموازية العقل السياسي يفرض على جميع الكيانات أن تذوب في دولة أو في سلطة شرعية حتى تستعاد وبعد ذلك إذا كان لكل طرف مشروعه السياسي الخاص من حقه ولكن التصرف يبقى وفق القوانين والدساتير المعمول بها لا وجود لدولة تنشأ بسلطة أمر واقع سلطة الأمر الواقع لا تمنح لا محليا حسب الدسور ولا دوليا من سيعترف دوليا بهذه الدولة التي تنشأ كسلطة أمر واقع بالقوة نعم نعم إذن نعم دكتور فيصار وبالتالي أنا أؤكد على أن اللوم على السلطة الشرعية غير ممكن بما أنها بهذا الضعف اللوم الكبير يقع على دول التحالف التي تصرفت هذا التصرف الذي يضعف السلطة الشرعية وهي توطيل أمد الحرب والمتضررة الكبير المجتمع اليمني في المقام الأول هم الإقليم بشكل ثاني إيران تشتغل بشكل ذكي في دعم حلفائها ودون ضقيق وبالتالي تمكنهم من المعلومات والاستخبارات والسلاح والأموال بعناية شديدة نعم دكتور فيصار نعم فكرة واضحة نعم فيها تحدثت عن عدم شرعية المجلس الانتقالي هي مع الشرعية وهي مع أيضا القوات الموازئة التي تضرف الشرعية نعم هذه الجزئية تحديدا هذه الجزئية تحديدا نعم أن قلها يعانيها الناس في اليمن نعم أستاذ فيصار هذه الجزئية كيف يمكن أن نفهم بأن الإمارات يمكن أن تكون جزئا من التحالف العربي الذي قاء لاستعادة الشرعية في اليمن وهي أيضا جزئا من مشروع تقويض الشرعية في اليمن هل يمكن أن تفسر لنا ذلك الإمارات العربية المتحدة كما دعمت في القنوب دعمت في الشمال قواتها هي من تقاتل اليوم لأجوار المقاومة القنوبية والمقاومة التهامية في الساحة الغربي وفي المخاء ورجالها وحتى الشهداء من أبناء المشائخ والأمراء في دولة الإمارات سقطوا في الساحة الغربي وفي حين أن أبناء القادة العسكريين وقادة الألوياء المحصوبون على الشرعية يقيمون العراس ومآدب الأفراح في داخل فنادق الرياض وفي إسطنبول الإمارات أيضا قدمت دعما كبيرا للشرعية في ماريب وكل السلاح الذي نشاهد اليوم في ماريب وذلك الكم الهائل من القنود يتم تمويلهم ودفع معاشاتهم من التحالف حتى سيارة الإسعاف التي قدمها الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفيات ماريب شاهدناها في أسواق القات وهي تستخدم في بيع القات طيب سيد منصورة كل ما ذكرته جميل لا غبار عليه أن تدعم الإمارات سيارة إسعاف في ماريب وتدعم القيش في ماريب أو في تعز هذا أمر طبيعي لأنها جاءت لهذا الغرض أنا أسألك كيف يمكن أن تكون الإمارات جاءت لدعم الشرعية وإسقاط الإنقلاب وبنفس الوقت تدعم المجلس الانتقالي أو الإنقلابي الذي أهدافه المعلنة وممارساته على الأرض تذهب باتقاه تقوض الشرعية هذه المفارقة لا توجد مفارقة الإمارات العربية المتحدة والأشقاء في السعودية وكل التحاد العربية حين قاءوا إلى اليمن بناء على دعوات فخامة الرئيس عبد الرب ومنصور هادي لنصرات الشرعية لم يأتوا في أيديهم ورقة مسجلة عليها اسم عدرس الزبيدي ولا شلال علي شائع ولا هني بن بريك ولا غيرهم هم قاءوا بقواتهم بقضهم وقضيذهم بأبنائهم بدباباتهم بمدافعهم بطيرانهم إلى محافظات الإيمان المختلفة وتحديدا إلى عدن وبدأوا بشن الحرب لم يجدوا في هذه المعركة من حلفاء صادقين يقاتلون بصدق وبأمانة وبإخلاص سواء المقاومة الجنوبية وأيضا خلال تلك الفترة دعموا مختلف الفصائل والقوى والمقاتلين بالسلاح وبالمال ولم يقصروا مع أحد لكنهم فوقوا أن ذلك من الدعم لم يكن ظاهرا سواء في القبهات التي هي اليوم تسلطر على الأرض في القنوب ومنها المقاومة الجنوبية ولذلك وقدوا في المقاومة الجنوبية حليفا صادقا وأمينا نعم صد منصور وما قيمة هذا التحالف صد منصور يعني اعذرني لكن استكملا لهذه الفكرة ما قيمة هذا التحالف وهذا الإخلاص في العمل كما أشرت أنت من خلال المقاومة الجنوبية طبعا علما بأن المجلس الانتقالي لا يمثل المقاومة الجنوبية بشكل عام لكن ما قيمته طالما إن حرفت أهدافه عن هدف العام للإمارات نعم أولا أنا ضد فكرة هذه محاولة التقليم من المجلس الانتقالي الجنوبي والقول أنه لا يمثل المقاومة الجنوبية الرئيس عيدروس قاسم زبيدي هو القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية ولا أحد يستطيع عنه زايد ولا أحد يمنحه هذه الصفة أو يمنحها عنه مهما كان وحتى مع احترامي للدكتور فصل الحديفي هو في الحديدة وفي قابة الحديدة وغير معني في توزيع الصفات لمن قاتل في القنوب وليقلل أيضا من قيمة المقاومة الجنوبية ويقول أنها لم تقاتل هي قاتلت والإماراتيون والتحالف دعموا في القنوب وكانت هناك نتيجة بائنة ودعموا في الشمال لكنهم وقدوا الخيانة والغذر ووقدوا أيضا أن قواتهم تتعرض للوشاية والاختراق من قوات القيش المحسوب على الشرعية ما تسبب في مقتل أكثر من 46 جندي وضابط إماراتي في داخل مارب هذه القيمة نحن نتحدث عن شارع جنوبي واسع لا يستطيع أحد أن يكبح قماحه قضيتنا واضحة بالإمارات بغير الإمارات بالتحالف بغير التحالف هذه القضية بدأت في عام 94 واستمرت وفي 97 كانت هناك مقاومة عسكرية ومقاومة مسلحة بدأت بقيرة اللواء عدروس الزبيدي حين كان مطاردا ومحكوم عليه بالإعدام في الضالع واستمرت وبدأ انطلاغت لردفان وفي المناطق الوسطى في أبيان وحتى في عدن إلى أن وصلنا في العام 2012 أنه لم يكن هناك علام يرفع للجمهور اليمنية سواء في قصر معاشيق وفي قصر 22 مايو وفي التواهي إذن أن نحمل الإمارات أو ننسب إليها ما تحقق من إنجازات للشارع الجنوبي هي إنجازات عمرها أكثر من 10 سنوات و15 سنة فهذا أمر في إقحاف وفي محاولة الإساءة لدور الإمارات في إطار التحالف العربي الإمارات ما زال إلى أن موقفها واضحا وهو دعم الشرعية اليمنية حتى إسقاط الإنقلاب ودعم الشرعية ضد الإنقلاب ودعم الإنقلاب في الوقت ذاته نعم أستاذ منصور هدف الإمارات واضح لا يوجد لا يوجد أستاذ أسواد نعم أستاذ منصور هذا الكلام الآن لنتحدث لن نتحدث لا أنا ولا أنت عن وجهات نظر ولكننا نتحدث الآن عن تقرير صادر عن منظمة عن هيئة أممية أو لجنة أممية رفعة المستوى علما بأن هذا التقرير صدر في 27 من الشهر الماضي وهو لم يشمل الإنقلاب العلني الذي تم على الحكومة الشهر الماضي يعني هذا كله والحديث عن تلاشي الدورة في الجنوب قبل أن تصل هذه لجنة لموضوع الإنقلاب نعم أستاذ دكتور فيصل سأعود إليك أستاذ منصور دكتور فيصل هذا النوع من البيانات والمعلومات التي ترد من هيئات أممية بهذا الحكم إلى أي درجة يمكن أن تضر الآن الشرعية ومعركات الشرعية بشكل عام وتضر التحالف ويمكن أن تذهب بنا باتقاه إصدار قرارات أممية أو مرقعيات أممية قديدة تتقاوز القرار 22-16 وهذا ربما ما يريده بالضبط الإنقلابيون نعم دكتور فيصل لكنة الخبراء عادة عندما تبني تقاريرها لا تستهدف طرفا بعينه هي التوصف الواقع كما هو وفق معطيات استقتها من أكثر من مصدر يعني لها راصدون ولها وسائل إعلام ولها مراكز بحيوث ودراسات واستطاعت أن تصل عبر تواصل فني في التحقيقات لتصيغ تقرير مهني عالي القودة يزيد صفحاته عن 350 صفحة هي وصفة الواقع تذكرين هنا أنا كنت قبل عامين معك كنت أتكلم كصوت نشاز بأن دول التحالف بدأت تمارس أهدافا خفية غير الأهداف المعلنة وكان مثل هذا الكلام يواجه بنوع من الغضب الشعبي باعتبار الناس رافعين شعار شكرا سلمان هذه لقنة الخبراء جاءت لتؤكد ما كنا نقوله سابقا بأن هذه الدول التحالف لم تكن واضحة بأهدافها يعني اليوم نحن للأسف إذا ظلينا بهذا الشكل لن نخرج من هذا الحرب هي ستظل حربا مفتوحة علمنا بدايتها ولكن لم نعلم نهايتها يعني اليوم مطالب من السلطة الشرعية أن تطالب بعادة كتابة اتفاقية مكتوبة بين السلطة اليمنية الشرعية وبن دول التحالف العلاقة الدولية تبنى على اتفاقات وليس على تفاهمات شفوية لا أدري كيف يمكن أن تخاض حربا بهذه الكثافة وبهذا الزمن وبهذه التضحيات عبر طلب بورقة بيضاء عليكم التدخل أو نطلب منكم التدخل للسعادة الدولة هذا كلام غير سليم يعني اليوم السلطة الياء الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الربو موانصر هادي الذي هو رئيس المجلسة الانتقالي ورئيس كل هذه الفئة التي تنقلب عليه في الشمال أو في الجنوب مطالب منه أن يطلب من دول التحالف وعبر مجلسة الآن بصياغة اتفاقية دولية تحكم هذه العلاقة بين اليمن وبين دول التحالف التي جاءت للتدخل عبر أهداف استعادة الدولة وإذا بنا نجد بأن هذه التدخلات بدأت تهدم الدولة من الداخل كيف لهذه دولة الإمارات تدفع بالجنوبين لتحرير الحديدة هذا كلام مش صحيح يعني كل محافظة يمكن أن تعان بمسمى جيش وطني لا نريد أي تسمية أخرى بما أن هناك سلطة شرعية وهناك كيان رسمي ينبغي أن لا يتقاوز بمسميات النخبة الشبوانية النخبة الحضرمية المقاومة التهامية المقاومة التعزية المقاومة في ماري بل مقاومة غير صحيح إذا كنا نعترف بمفهوم دولة بمعنى القانون الدولي العام نحن أمام سلطة شرعية ينبغي أن نكون لها مسميات دولة وهي جيش وطني أين كان المنتمين إليه من الشمال أو من الجنوب وهذه هي التسمية التي نقبلها أما هكذا حرب مفتوحة ودعم تكتلات موازية لضرب الدولة من الداخل نساعد من جهة ثم ننقض على المؤسسات من جهة أخرى يعني الجنوب متضرر الشمال متضرر المدنيين متضررون يعني إلى أين نحن ذاهبون يعني لا يوجد استقرار فقط هكذا يعني حرب مفتوحة لا هدف لها سوى التدمير لا هدف لها يعني حتى كلمة مقاومة جنوبية أصبحت مقاومة هامية ومقاومة عزية أصبحت مسميات مستفزة نعم نعم إذن إلى أين نحن ذاهبون أستاذ منصور صالح ما هي خياراتكم والآن المجلس الانتقالي هو عبارة عن كيان يعني تم تشكيله بدون غطاء شعبي كما يعرف الجميع هي عبارة عن تعينات فردية جاءت صحيح بتمويل إماراتي لكن ليس له سند شعبي ولا حتى من القوى القنوبية جميعها يعني هذا ما يعرفه الجميع التقرير أيضا بالعودة إليه التقرير لقنة الخبراء سأترك لك المقال للرد تحدث بأن من الصعب على الحكومة الشرعية أن تحكم وذلك بسبب وجود القوات يعني الكيانات المدعومة خارجين أو المسلودة خارجين في أبيان وعدن والضالع وحضرموت بينما هناك قوات مسلحة موالية للرئيس هذه تعمل في تعيز وفي مأرب وهذا ربما الطرح يضعكم أمام حرق كبير بأن القوات الموالية وهي القوات الشرعية التابعة للرئيس الشرعي يتحكم في مناطق أخرى هي كيانات غير معترف بها شرعيا غير معترف بها شعبيا على المستوى المحلي وغير معترف بها إقليميا سوى الدعم الخقول وغير المعلن للإمارات وأيضا غير معترف بها دوليا يعني أنتم الآن أيضا تضرون بالقضية القنوبية وتتحدث عن أن لا يهمكم أن تتدمر الدولة هل هذا ما يريده أبناء القنوب وما هي خياراتكم بعد هذه الإدانة الدولية أستاذ أسوان 20 سؤال في سؤال واحد وربما كلها اتهامات هو سؤال واحد فقط مكفلة أكتف لك الحقائق فقط لا أدري لا 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 أنت يا أستاذ أسوان تتحدثين عن أن المجلس الانتقالي بدون غطاء لا أدري ما هو سندك وتقولي أن الكل يعرف هل شاهدتم يوم بالطفيض في 4 مايو أنصحك وأنصح كل المشاهدين بنيعودوا إلى مهرقان 4 مايو وهو موجود في اليوتيوب كان المقابل هناك مهرقان آخر في شارع آخر ليس هذا موضوع ليس هذا موضوع هناك مهرقان آخر كان لقوة محسوبة على الحراكة القنوبي أيضا كانت مناوئة يعني هذا ليس موضوعنا الآن لم يكن لم يكن هناك أي مهرقان ونحن نرحب بأي قوة تستطيع أن تدخل إلى الشارع القنوبي وأن تقدم جماهرها وأن تكون شريكة أيضا في صناعة مستقبل القنوب وعموما أنا أقول أنه حتى جميع القوى المتباينة مع المجلس الانتقالي في القنوب ليست مع الوحدة وليست مع استمرارها في ظل الوحدة الآن هي تتباين في وجهة نظر مختلفة ربما بعضها أنه يرفض التعامل بالمطلق مع الشرعية بالخالص يعني كانت نقطة الخلاف مع المجلس الانتقالي أنه لماذا تتعامل مع الشرعية ونحن مطلبنا استعادة دولة أما المجلس الانتقالي القنوبي والمقاومة القنوبية كانت من البداية موقفها واضح أنها مع شرعية رئيس عبدالرب ومنصور هادي وستعمل تحت سلطة حتى إنهاء الإقلاب لذلك قبل الرئيس عدرس الزبيدي أو المحافظة عدرس الزبيدي ومعه الدكتور ناصر الخباقي وأيضا محافظ الضالع وعدد من المحافظين قبلوا العمل في تحت سلطة الرئيس هادي وليس تحت سلطة حكومة الشرعية أو في ظل حكومة الوحدة وحينها كان يقال أنه كل القوات التابعة لهذه القيادات وللمقاومة القنوبية هي تعتبر قوات تابعة للرئيس عبدالرب ومنصور هادي ولذلك ظنت الشرعية فعلا أنه حينما وقدت أو للحكومة حينما وقدت ذلكم الترحيب ووقدت ذلكم الحماية ووقدت من يوفر لها غطاء للتحرك وتعمل ركبها الغرور وظنت فعلا أنه لديها شعبية ونلديها سلطة ونلديها قوة لذلك حين اعترضت وقفت في وجه إرادة شعب القنوب ووجهت لها المقاومة القنوبية انذارا وطلبت من الرئيس عبدالرب ومنصور هادي وتأكد على أن ما قرى لم يكن انقلابا طلبت من الرئيس هادي إقالة هذه الحكومة حاولت هذه الحكومة أن تتحدى تلك الإرادة لذلك كان الموقف واضحا وصريحا وتبين للحظة أنه لم يكن هناك من قوة تتبع الحكومة الشرعية بما فيها قوات الحماية الرئاسية التي كان أبطالها أول من رفض الدفاع عن الحكومة الشرعية وأعلنوا انضماهم للمقاومة القنوبية ولم يبدو أي وجه من أوجه الدفاع عن هذه الحكومة نعم وهذا ما أكده التقرير نعم وهذا بالضبط ما أكده التقرير أستاذ منصور أنه فعلا لم يعد من وجود حقيقي نعم لم يعد من وجود حقيقي للحكومة الشرعية والقواتها وإنما هو الحضور الحقيقي للكيانات نعم لذا نقول بداية لم تكن هناك سلطة نعم نعم للكيانات وهذا الكلام هو نفس المنطقة التي طرحه الحوثيون أثناء الإنقلاب نعم أستاذ منصور يعني خلي أنتقل أيضا بسؤال أخير لأنني أعطيتك وقت كافي أنتقل بسؤال أخير للدكتور فيصل الحذيفي إذن اليوم توجه الدكتور بن دغر إلى الرياض هل تتوقع بأنه ربما نسمع موقفا مختلفا تجاه ما يحدث في القنوب خاصة بعد إصدار هذا التقرير ربما لا نسمع لن نسمع موقفا معلنا لكن ربما نجد مواقفا مواقف على الأرض مواقف فعليا على الأرض أما أن نطلب من دول التحالف أو من السلطة الشرعية بأن تعلن موقفا معلنا عبر وسائل إعلام ليس هذا شرطا ضروريا ولكن ستتغير هناك بعض الأعمال على الأرض بما يعزز السلطة الشرعية احتراما لهذا الضغط الدولي الذي لن يتسامح مع مزيد من التشضي لأن القضية اليمنية تتوسع من كونها قضية محلية إقليمية إلى قضية دولية تصبح خارج السيطرة ليس من مصالح الإقليم ولا العالم أن تنهار الدولة اليمنية إلى هذا الحدود والقضية في اليمن ليست قضية وحدة وانفصال أنا أستغرب كيف نطرح قضية وحدة وانفصال ونحن نبحث عن استعادة الدولة نستعيد الدولة أولا ومن أراد أن ننفصل نحن معه وسنخرج وندعمه حتى في الشارع لا نستطيع أن نضع العربة قبل الحصان أول مرة نضع الحصان ثم نضع العربة حوله ثم نضع كل احتياجاتنا في هذه العربة لنسير في الطريق المستقيم ونحن هدفين واضح نتحدث عن شرعية شعبية إذا كان عيد الهزة الزبيدي مع مجلس والانتقال يمتلكون شرعية شعبية خلاص يعملوا انتخابة رئاسية ويخلعوا عبد الرب ومنصور هادي ونحن معهم لا ينبغي أن نثرثر بما يستطيع ضحك علينا أمام العالم يعني هناك قانون دول العام هناك قانون سوري هو الذي يحكم التصرفات السياسية أنا لا أتدخل مشهون أحد شكرا جزيل لك أنت معنا شكرا شكرا دكتور فيصل واعتذر عن مقاطعات انتهى الوقت كما أشكر أستاذ منصور صالح عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي كان معنا من عدن نشكركم عزيزي المشاهدين طيب المتابعة لتقيكم أسبوع المقبل في نفس الموعد في أمام الله ترجمة نانسي قنقر